السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ الله ومساعدكم كل خير معكم أخوكم السلطان القهطاني من مواقعة بلده اليوم سأقدم لكم استعراض الاكسسوارات الخاصة مع السلسلات HTC One سواء كان One Mini أو One أو One Max الجديد طبعا خلونا نرده ما سمعات البلوتوت المحمودة اللي هي حسب ما قالت أو ما ذكرت الشركة ممكن تعطيك عشر ساعات من الاستخدام التواصل الفكرة جميلة جدا صراحة تحس انه جاي مكابات الألعاب التي قد نلعبها لكنها سماعة الفكرة هنا انه هذي السماعة تدعم تقنية البلوتوت وتدعم تقنية الـ NFC فعندك تركتين إذا كان جهازك ما يدعم تقنية الـ NFC فعندك هنا ايضا تقنية البلوتوتوت كل اللي عليك تجيب جوالك إذا كان جوال يعني يدعم تقنية الـ NFC وراح تضرب الجهاز نقرة يعني موت ضربه وبعدين راح يتم الاقتران مع السماعة الفكرة انه ايضا تحط الجوال بهذه الطريقة وبالتالي تستمتع بالملفات الصوتية والصوت الخارق عن طريق هذه السماعة دائما ذكرنا تصميمها غريب صراحة جدا يعني شيء يشد الانتباه دائما تقدم افكار جميلة جدا هنا راح طبعا يوفر لك منفذ المايكرو نسبية على اساس انه تشحن السماعة المحمولة طبعا من الاشياء الاخرى اللي هو هذا الجراب في نوعين من الجراب عندنا النوع الاول والنوع الاخر الفرق كبير جدا فيما بينهم يعني مثال هذا الجراب راح يعطيك بطارية اضافية احنا قاعدين نتكلم عن وان معك ثلاثمين مثال يعطيك بطارية 3300 ميلي امبير هذا البطارية المدمجة لكن هذا الجراب راح يوفر لك بطارية اضافية 1200 ميلي امبير يعني المجموعة كلها راح يكون 4500 ميلي امبير طبعا هذا راح يزيد من وزن الجراب و راح يزيد من سماكة من سماكة الهاتف المحمول نفسه تذكر انه عبارة عن طبعا جراب تقدر تحوله الى مسند اذا حبيت تشوف الفيلم او تستمتعب بالصوتيات الخاصة فيه الشي الجيد في الجراب ايضا انه ما راح يحجب لا تقنية البصمة ولا حتى الكاميرا فهذا مأمن جيد الصراحة انه ما راح يسبب لك مشكلة بحال انه لازم تفك الجراب على اساس انك تستخدم بصمة وغيرها بينما الجراب الاخر بنفس الفكرة لكن هنا بدون بطارية اخف وزن الصراحة يعني عندك خيارين يعني انك تاخد جراب ما بطارية اضافية او انك تاخد الجراب العادي طبعا هذي الجرابين مخصصين بس للوان ماكس نشيل الجوالات وننتقل الى شيء اجمل انه هو اش سي سي ميني بلاس تخيل انه عبارة عن سماع بلوتوت وجهاز تحكم انبود بنفس الوقت راح يدعم لك البلوتوت وراح يدعم لك الانف سي طبعا الانف سي راح شوفنا السعرات له وانه تسوي نقرة من هنا وراح يقترم الهاتف المحمول اللي دق تخيل انك تقدر تردع المكالمات وتتصل على الرقم يعني تشوف الرسالة من هنا ما عندك اي مشكلة في الموضوع تقدر تدق وانك يعني بدون ما تشيل الهاتف بحكم انه وان ماكس كبير جدا فتقدر تردع الهاتف وتشيل هاتف الكسورة وتحطها عند عندك وتكلم بطريقة العادية بدون اي مشاكل الفكرة رهيبة صراحة سعرا راح يكون تقريبا فوق الربمية الدرهم لذلك ما راح يكون رخيص اخيرا وليس اخرا اللي هو HTC Fitch Fitch هي عبارة عن خدمة تحطها في قلادة لك عندك في السيارة وتحطها في مكان معك في معمفاتيح وبالتالي انه في حال انك ضيعت جوالك فراح تقدر تضغط على الزر واحد موجود هنا هذا هو الزر الموجود وبالتالي راح يسوي لك انظار راح يطلع لك الجوال صوت الجوال العالي جدا صراحة فما يحتاج فراح تعرف وين الجوال او وين حطيت الجوال ايضا من الاشياء اذا كان بعيد عنك الجوال فهنا راح يستخدم تقنية الملاحة راح يوريك عن طريق الخريطة او الخدمة الخاصة عن طريقة راح يوريك وين مكان الجوال طبعا بامكانك تسويها نفس هذا الشي والفتش نفسها مع الجوال بحيث انه الجوال تطلب منه يبحث عن هذه الاكسسوارة فهذه الاكسسوارات الخاصة بالHTC1 استسلسلة الHTC1 اشوفكم اخير ان شاء الله مع السلامة